محمد يوسف طبعا من أحد الأجيال يعني قدمت برضو كتير جدا للنادي الأهلي وأخدت من النادي لأنه طبيعي فيه عطاء متبادل بين أجيال الأهلي على مر العصور وبين النادي الأهلي محمد يوسف وصل كلاعب إلى كل الخطوات تقريبا اللي ممكن يوصل لها أي لعب كرة لعب شارك في بطولات كتيرة مع النادي الأهلي يعني يمكن هو لعب عشر سنين تقريبا خلال العشر سنين دول كسب ست بطولات دوري عام وبالإضافة طبعا لبطولات أفريقية ومع المنتخب نفس الشيء فعايز أقول أن هو كلاعب مسيرته محترمة جدا وكان برضو من اللعيبة اللي بتتميز بأنه أخلاقيا مافيش خلاف عليه تقريبا بين جميع مشجيع الأندية الأخرى بما فيهم المنافسين يعني كان دايما محمد يوسف بيحظى باحترام الجميع وهو لاعب ما كانش بيغلط في حد شخصية يعني نقدر نقول اللي هي الشخصيات اللي عليها إجماع من الجماهير وطبعا مع المنتخبات أيضا كلاعب دولي يحقق بطولة الأمم الأفريقية 98 وشارك في بطولتين كمان بطولتين أفريقياتين وبعد كده بقى بعد اعتزاله هو طبعا سافر كلاعب أولا لعب في أكتر من نادي خارج مصر وأخيرا رجع في مصر وختم مشواره على ما أذكر في نادي أمبي لفترة قصيرة لكن نرجع بقى الموضوع كمان أنه هو كمدرب حقق برضو مع النادي الآلي وده اللي إحنا دايما نقوله إنه أي مدرب مع النادي الآلي بيدخل فيه المنظومة بتاعة النادي وبتتوفر له كل مقاومات النجاح بقول كابتن محمد يوسف إن إحنا محتاجين في الفترة الجاية هو وحشنا كمدرب الحقيقة يعني هو يمكن التحليل الفني بياخده أحيانا بس أنا بعتبر إن المدرب لما بيشتغل في التحليل الفني في البرامج وكده زي بيجدد معلوماته أو بينشط معلوماته وما بيبعدش عن المجال يعني فبنتمنى نشوفه قريبا جدا بيقود أحد الفرق الكبرى والمهمة عشان يكمل برضو مسيرته من الانتصارات يعني هتقول إيه للأستاذ جمال الزهيري حقيقي طبعا أستاذ جمال من النقاض الكبار الواحد يعني طالع يعتبر جيلنا بقى من فترة التسعينات يعني وإحنا طالعين فأنا طبعا بشكره على الكلام الجميل اللي قاله وفي نفس الوقت كمان وعيده إن شاء الله التحليل زي ما هو قال يعني فعلا بيخلي الواحد على طول مواكب للأحداث ومواكب اللاعبين لكن إن شاء الله الواحد ما كانه في الملعب يعني الواحد بيحب الملعب فإن شاء الله التجربة اللي جاية إن شاء الله تبقى حاجة كويس اللي جاية إن شاء الله تبقى حاجة كويس